أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد بلال بالمقطم حيث نلتقي وإياكم ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية وتدور ندوة الليلة عن التعليم عن بعد وضوابطه ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة الدكتور محمود خليل وكيل المدنية الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات والشيخ ربيع اللبيدي مسؤول المتابعة بالمديرية أيها الأحباب يقول الحق تبارك وتعالى في بداية وحيه لحبيبه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أعلم الإنسان ما لم يعلم هذه أول صيحة تنوه بقيمة العلم وتجعله اللبنة الأولى في بناء الإنسان والعلم هو المنحة الإلهية التي رفع الله بها مقام آدم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أمجوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقد شرف الحق سبحانه وتعالى العالم وميزه عن غيره فقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيا وطلبه عبادا ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقه وبذله لأهله قربه لأنه معالم الحلال والحرام ومنار أهل الجنة والأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والدين عند الأخلاء والأجلاء أيها الأحباب ندوة الليلة موضوعها موضوع متميز وغير تقليدي تدور حول التعليم عن بعد وضوابط ونستهل معا هذه الندوة المباركة بهذه الكلمة الطيبة للأستاذ الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي كان أميا فعلم المتعلمين وأرسله ربه سبحانه وتعالى بالحق هاتيا ومبشرا ونذيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الجمع الكريم وأيها المتابعون في شبكات التواصل الاجتماعي عن بعد لكم من الله التحية والسلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ونحن في هذه الليلة المباركة وهذه الأمسية الطيبة النيرة عن هذا الموضوع المهم والمتميز لا يفوتنا أن نقدم أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لهذه المؤسسة الكريمة التي تقف على بيوت الله تبارك وتعالى دعوة ونشاطا وثقافة وعلما وهذه الموضوعات التي تطرح في مثل هذه الأسابيع الثقافية والله ما كنا نسمع عنها من قط فهذا أمر محمود وأمر طيب وأمر كريم أن يتم ارتياد مثل هذه الموضوعات ليعمى النفع العباد والبلاد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يجعلنا سببا لمن اهتداء أيها الإخوة الأفاضل الأكارم الشكر موصور لوزارة الأوقاف وقادتها وزيرها وقادة مدرياتها وعلماؤها الأجلاء الأفاضل الذين يقومون على نشر العلم النافع والمعرفة المستنيرة في بيوت الله تبارك وتعالى العلم والتعليم أيها الإخوة الأكارم من أهم ما يميز الله تبارك وتعالى به عباده دون سائر خلقه والعلم والمعرفة أسمى ما ينشده العقل البشري ولأهمية العلم في الإسلام كانت أول ما قرع أذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيكالمة قرأ والقراءة هي وسيلة العلم والباب الموصل إلى المعرفة ولم يذكر الله تبارك وتعالى القراءة مرة واحدة وإنما أشار إلى القراءة والعلم عدة مرات في أول خمس آيات نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى على قلب نبينا المطهر صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ مرة أخرى اقرأ وربك الأكرم الذي علم إشارة إلى العلم إشارة صريحة تصريح بأهمية العلم الذي علم بالقلم القلم هو الأداة التي يتخصل بها العلم والمعرفة الذي علم بالقلم علم مرة ثالثة علم الإنسان ما لم يعلم ولو تراحظون معي أيها الإخوة الأفاضل أن الله تبارك وتعالى لم يأمر عباده المؤمنين أن يتعلموا فقط العلوم الشرعية والعلوم المتصلة بالدين كالفقه والحديث والتفسير والسيرة رغم شرفها لشرف انتسابها إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ في آيات الله الكونية اقرأ وتدبر كيف خلق الله السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون اقرأ فيه كيف خلق الله الإنسان هذا الإنسان الذي يحتوي على جهاز غضمي وتنفسه وتناسله ودوره وعصبي آية في الدقة والإحكام وفي أنفسكم أفلا تبصرون دعوة للعلم دعوة للقراءة دعوة للمعرفة وأثر عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال العلم لا يعتله شيء لمن صحت نيته لذلك العلم لابد أن يكون مقترناً بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى وتعلم آثار الله في كونه وفي الإنسان ذاته وفي الحياة نفسها بكل تفاصيلها والعلم أيها الإخوة الأحباب أمرنا الله عز وجل أن ننهل من معين وأن لا نشبع منه على حد قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علماً يعني الإنسان لا يشنهم دائماً لطلب العلم نهمان لا يشبعان طالب علم وطالب مال والذي يسلك هذا الطريق يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو كل صباح ومساء في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً وعملاً متقبلاً وشفاءاً من كل داء فالعلم النافع به تستقيم الحياة وبه يسمو عقل الإنسان على ما سواه من الخلائق والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة فيما رواه مسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ليس فقط أنه يتعلم مجرد أن تسلك طريق العلم هذا إيذان من الله تبارك وتعالى أن يسهل لك أبواب الجنان ثم إن أدوات طلب العلم قديماً تختلف عن أدوات طلب العلم الآن زمان كان الناس يجمعون العلم ويتلقونه ويكتبونه في الرقاع جلود الأدعام ويكتبونه في اللوح كان المحفظ محفظ القرآن الكريم يعطي الذين يحفظون عنده لوحاً يكتب عليه نصاً من القرآن الكريم لوحاً خشبي يكتبون عليه هذا النص من القرآن الكريم والآن الحياة كما نشاهد جميعاً أدواتها مختلفة الناس الآن يقضون الساعات الطوال أمام الهواتف الدكية وأمام الحواسيب الشخصية وأمام التطبيقات والمنصات الإلكترونية حتى إن بعض الدراسات تقول أن متوسط ما يقضي الشباب والمستخدمون في شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية يتجاوز الست ساعات يومياً وبعضهم أكثر من ذلك بكثير إذن علينا أن نستثمر هذه الأوقات في ماذا؟ في العلم في المعرفة لأننا نشاهد الآن أن من يمتلك العلم هو من يمتلك الثروة ومن يمتلك القوة حول العالم أغنى أغنياء العالم الآن ما وصلوا إلى ثرواتهم إلا من خلال العلم والإبداع وابتكار الأشياء النافعة للإنسان في كل المجتمعات ولذلك علينا نحن كمسلمين انطلاقاً من تعاليم القرآن الكريم وتعاليم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نستثمر هذه الأدوات لتحصيل العلوم والمعارف وهو ما يسمى بالتعليم عن بعد يعني التعليم نوعان تعليم مواجهي أو ما يسمى التعليم النظامي الولد يذهب إلى المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعة ثم الدراسات العليا هذا تعليم النظامي يعتمد على أن يتعلم التلميذ من شيخه أو من أستاذه ويترقى منهم العلم النافع وهناك التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد وهو مجال رح واسع فسيح فيه الكثير من الفرص التي يمكن أن يستثمرها الإنسان المسلم ليقضي بدل أن يقضي الساعات الطوال ويبددها أمام شبكات التواصل الاجتماعي لا يستثمر هذا الوقت ليتزود بالعلم النافع العلم النافع في ماذا؟ في علوم الدين وفي علوم الشريعة في العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم في العلوم المرتبطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته المباركة في العلوم المرتبطة بالفقه في العلوم المرتبطة بالأخلاق والمعاملات في العلوم المرتبطة بالحياة في العلوم المرتبطة بالحياة تنمية المهارات الشخصية تنمية المهارات المتخصصة في فرع معين من فروع المعرفة والعلوم كالطب والهندسة والصيدلة والإعلام وغيرها هناك المواقع العديد من المواقع التي يمكن أن يستثمرها المسلم أن يستثمرها المسلم للتزود من المعارف والعلوم وهو يمكث هذه الساعات الطوال على الهواتف الذكية والحواسب الشخصية ومنصات التواصل الاجتماعي ولكن هناك ضوابط هل الإنترنت سؤال نسأله لأنفسنا هل الإنترنت هذا الذي يحتوي على الغذ والسمين يمكن أن يكون بديلا للمدرسة وللجامعة لا نقول بذلك أبدا ولكن هناك عشرات المواقع بل مئات وآلاف المواقع التي تقدم فنون المعارف والعلوم لطلابها ولكصاتها عن طريق الدورات وعن طريق المواقع التي يمكن أن يستثمرها الإنسان المسلم بدل أن يبدد وقته فيما لا طائل تحته لكن هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات له عدة ضوابط لأن شبكة المعلومات الدولية فيها الكثير من المواقع التي تحتوي الحقيقة على الأشياء المضلة والأشياء المضللة والأشياء المنحرفة والأشياء غير المبثوق في صحتها وهناك عوالب من الجريمة تتوفر في الإنترنت كما هو الحال في الواقع الحقيقي هناك ما يسمى بالإنترنت البظلم وهناك ما يسمى بالإنترنت العميق الذي يحتوي على الكثير من الاشياء التي يعني لا ننصح ابدا شبابنا ولا ننصح يعني رجالنا ولا ننصح افراد هذه الامة المسلمة بالولوج اليها لانه يعني هناك مثالك وهناك مضار كثيرة من التعرض بمثل هذه المواقع. اذا هناك دوابط كيف نستثمر اوقاتنا في التعليم عن جوعة في شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية. هناك دوابط. قول هذه الدوابط هو انتقاء المصادر. لابد ان يعرف المسلم اين يضع قدمنا. انا رايح فين? اي موقع اذهب الي? لابد ان يكون هناك موثوقية لهذه المصادر. هناك مثل مواقع تقدم المعرفة المستنيرة على النهج الاسلامي الوسطي دون افراد ودون تفريض. ودون نشر الافكار المتطرفة والافكار الضالة. اذا علينا او على شبابنا ان يكون مقصدهم هذه المواقع. خاصة مواقع المؤسسات الدينية الرسمية. كالازهر الشريف الذي نفتخر بوجوده في مصر. والذي يمثل قوة ناعمة لهذا البلد الذي تعهد الله بحفظه وبامنه وامانه حين قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. علينا ان نذهب الى هذه المواقع ذات الموثوقية العالية. الازهر الشريف. وزارة الاوقاف. دار الافتاء المصرية. حتى هناك تعليم عن بعد في وسائل الاعلام التقليدية مثل اذاعة القرآن الكريم. التي يعني يعني يمثلها اليوم ساسي صالح بصوته العلم. اذاعة القرآن الكريم هي جامعة تعلم الناس العلوم والمعارف والسنة النبوية والقرآن الكريم على مدار الساعة. ثم الضابط الاخر ان يخلص المسلم النية لله تبارك وتعالى. وما امروا. وما امروا. يعني. لم يؤمر الناس ان يعبدوا الله تبارك وتعالى. الا والعبادة مقترنة بماذا? بالاخلاص لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان منهج المسلم ان يجعل كل دقيقة تمر عليه في طاعة الله تبارك وتعالى. يستثمر هذا الوقت لتزويد رصيده من الحسنات ولينتفع من هذا العلم النافع في حياته التي يحياها. ثالثا من هذه الضوابط البعد عن الشواغل يتفرخ الانسان للعلم والمعرفة. كان سلفون الصالح يقطون الاوقات الطوار ليتعلموا آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى. كان ربما الواحد منهم يقطي ليلة كاملة وربما يزيف في تدبر آية او شطر آية. كانوا يقطون الليالي الطوار في تدبر وشرح ومعايشة وتطبيق حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الضوابط ايضا التي ينبغي ان يستصحبها المسلم وهو في مواقع التعليم عن بعد حفظ الجوارح عن المعصية. لان هذه المواقع فيها الكثير من الامور التي ربما تناقص على الانسان المسلم وقتا. عليه ان يبتعد عن النظر الى ما خرم الله تبارك وتعالى. عليه ان يبتعد عن الاستماع الى ما خرم الله تبارك وتعالى. وقد اثر عن وكيع انه قال او اثر عن الشافعي عفوا انه قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. اقبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم من الضوابط ايضا للتعليم عن بعد ان يكون هناك قدر من التفاعلية. لان يصعب على الانسان ان يقضي الساعات التوار وهو يستمع الى دورة او الى ورشة معينة على الانترنت عن بعد دون ان يكون هناك تفاعل يسجل مراحظة بالورقة والقلم. ربما يتفاعل حتى على الفضاء الالكتروني. هذا التفاعل يجعله يجعل المعلومة تترسخ في ذهنه. ان ديننا ايوا الاخوة والاخوات هنا في بيت الله تبارك وتعالى وعلى منصات التواصل الافتراضية. ان ديننا يأمرنا باستثمار كل لحظة تمر على المسلم. استثمارها في ماذا? لا يوجد اشرف ولا انبل ولا اعظم من استثمار هذا الوقت الذي هو نعمة مغبون فيهما كثير من الناس على حد وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ. وقد اثر عن الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال من امضى يومه في غير علم الاسسة او حمد حصله فقد عق يومه. لذلك نحن مأمرون ان نتعلم وان ننهل من المعارف اينما كانت. في الحضور وفي الافتراض عن بعد. في العالم الافتراضي عن بعد. وفي كل الاحوال ليستزيد المسلم من المعرفة والعلوم التي هي نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه. ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع. والعمل المقبول والدعاء المستجاب. انه ولي ذلك والقادر عليه. اشكر لكم حسن استماعكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا للاستاذ الدكتور رضا امين. عميد كلية الاعلام بجامعة الازل الشريف. على هذه الكلمة الطيبة. وكانت عن التعليم عن بعد وضوابطه. ونحن مع احضراتكم في مسجد بلال بالمقطم. حيث الاسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الاوقاف المصرية. ايو الاخوة الاحباب. لقد اعلى القرآن الكريم من شأن العلم. العلم. فعبر عنه بالسلطان. قال تعالى. ان الذين يجادلون في ايات لا. بغير سلطان اتاه. وقال الامام علي رضي الله عنه. العلم خير من المال. العلم يحرسك وانت تحرس المال. والعلم حاكم. والمال محكوم. والمال تنقصه النفق. والعلم يزكو بالانفاق. وقال صلى الله عليه وسلم. فضل العالم على العابد كفضل على ادناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته اهل السماوات والاراضين. حتى النملة في جحرها. وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ايها الاحباب. حضر معنا هذه الندوة المباركة. الدكتور اسامة اسماعيل. مدير ادارة اوقاف المقطن. والشيخ عبدالرحمن شلش امام مسجد بلال ابن رباح. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.